بعدما كانت تنتج معظم المواد الغذائية التي تسد حاجة محافظة بأكملها بل يتعدى إنتاجها إلى باقي محافظات العراق تعاني معامل ناحية بني سعد في ديالا من الإهمال الحكومي منذ عام 2003 وحتى اليوم نحو 300 معمل في الناحية كانت تشغل قرابة 40 ألف عامل لا يعمل منها اليوم سوى 20 مصنعا فقط حيث تعاني المعامل المتبقية من تدني الخدمات الأساسية ورداءة الإنتاج كما ونوعا هذا ما أكده عدد من أصحاب المعامل المعطلة هم هزا قاعد يجيبون شي رخيص منك ومعزلين هاي المعامل معامل معجون هنا كاننا اثنين معجون طماطا وطماطا عدنا هنا بديالا وخان بني سعر خاصة الله وكيلك هسا صندوق الطماطا بالفين يعني هتا ليش تخلي الطماطا يجينا معجون من برة ليش ما نشغل معامل ونشغل عمال لا مكان لأغلب المعامل الوطنية في ديالا وخاصة ناحية بني سعد بسبب الاستيراد والاستغناء عن اليد العاملة عدنا هواي معامل هنا وهسا متوقفة عدنا مثلا معمال خال معمال شبس معمال أشكال معامل هنا معمال ليلون أكثر يتوقفت معمال مال قواطئ أكثر شي عندك معمال خال شان هو يشتغل صاس عمبة كتشب طرشي أشكال شان يشتغل أستتوقف بقى عنده بس الخال لينشنوا وماك الدعم ماك تسحب على المنتج الوطن قاموا يجيبون كله تصدير توقف المعامل لاقى انتقادات واسعة من سكان الناحية ومنهم أصحاب المحال التجارية الذين يفضلون شراء المنتج المحلي من المعامل هو أن المواد الإيرانية والعراقية ونحن ننتجها نحن نستفاد من عمالها طالب طالب يعني هم نستفادون أنا أستفاد أنا أبو محل يعني أحسن ما أستورد منها ليس ليس ما أجيب من إيران أو من تركيا ومن هذا فنستفاد المنتج الوطني استفاد من عنده ويقول عدد من مسؤولي ناحية بني سعد إن المعامل متوقفة بسبب عدم حماية المنتج الوطني من قبل الجهات الحكومية بالسبب الأول يقاف هذه المعامل أولا لعدم حماية المنتوج المحلي هذا السبب الرئيسي هذه المعامل لو دعمت من الدولة بشكل كامل نحن نقدر نقضي على البطالة من قاطع الناحية نقدر نشغل أياد عاملة كلش كبيرة ويواجه قطاع الصناعة في العراق مشاكل كبيرة وجذرية منذ الغزو الأمريكي عام 2003 بسبب التخريب أو السرقة والإهمال فيما يؤكد خبراء اقتصاديون أن دوافع سياسية بحتة تقف وراء تعطيل الصناعة لضمان استمرار الاستيراد خاصة من إيران وبالعملة الأجنبية